منتابع مشاهدينا مع فقريت لا نعرف أكثر مع الكاتبة المسرحية فادية التنير صباح الخير فادية صباح النور كيف فيك حمد الله ماشي الحال أنت اليوم معنا لنحكي عن مسرحيتك الجديدة تحت عنوان حنان صح خبرينا مين حنان هو حنان هي أختي اللي أكبر منها بأرواع سنين اللي كان عندها بصمو كانوا تخلوا في عقلي صار اسمو إعاقة زهنية هلأ ومحكي قصتي أنا وحنان حلو قصة يعني واقعية عنك عنو أختك وعن أختك خبرينا هيك كيف شو مجريات المسرحية هلأ هي مسرحية فيها دماء بما أنه أنا محركة دماء غير أني مسلة كاتبة مسرحية هاي الثاني تاني رواية بكتبها أو الثاني مسرحية بكتبها الكورونا خلتنا نكتب حلو كان عندها تأثير إجابة الكورونا إيه عدنا مع حالنا وأنا عدت مع حالي وكتبت عن حالي أول عرض عملته بالبيت اسمه وحدي كمان عن حالي والتاني كان حنان أسهل بس اليوم الكاتبة بدأت تكتب شيء عن حالة بتقدر يمكن تعرف أكتر تعبر عن كل أحاسيسة تعبر عن كل شيء هي عبالة توصلوا للأوديانس إيه مية بالمية في ناس بلقوها أسهل في ناس بلقوها أصعب صح أنا بالنسبة إلي كانت أسهل بمعنى بركة لأنك عم تحكي عن تجربة عاشتية مع أختك إن هي عندها كمان نوع يعني عندها سباشل كيس إذا فينا نقول عندها إعاقة كلنا عنا إعاقات إيه أكيد إيه بحكي عن تجربتي مع حنان وشو علمتني حنان وبحكي عن شو أصعب الواحد يكون مريض أو عم يهتم بحده مريض لأنه عادة نحن نفكر بالمريض اللي بالعائلة ما نفكر باللي عم يهتموا فيه لأنه هني كمان بدون اهتمام أكيد وأصعب يمكن لأنه المريض بيكون هو محطوط تحت أمر واقع بس الشخص اللي بده يهتم فيه اختياريا بيهتم فيه يعني إذا خاصة بس يكون شخص قريب من عائلته إخته وإمه وبيه وبعيش بيكون قلبه عليه يعني بذات الوقت في كتير مشاعر يعني بهذا الموضوع خبرينها ليش قررت تكتبع عن أختك يعني اليوم شو الرسالة اللي حبيت أنه أنت توصليها أنا بقول بالعرض بقول أنه أنا بدي أحكي لكم قصص الناس اللي ما بيقدروا يحكوا قصتهم فأنا بحكي قصة حنان لأنه حنان هلأ راحت من هالدني بس لأنه كمان تعيشي لأنه كمان ما فيهم هول ناس أوقات ما فيهم يحكوا قصتهم ما فيهم يعبروا فأمخبر قديش علمتني حنان وقديش أوقات عزبتني حنان وقديش المجتمع ما بيتقبله للعالم أو ما قلهم محل فلازم يكون قلهم محل نحكي بالدمج ومنحكي بالتقبل الآخر بس أوقات ما متقبل أوقات بالعيلة بس هيدا مش حالة عيلتنا بالمجتمع بالشاريع بالمدرسة هيدا هي صح يعني أوقات زبعي نحكي الأمور مثل ما هي أوقات كتير من الأهل حتى بيجربوا يخبوا هيدا الموضوع أو بيجربوا بيخبوهم بالبيت صح بيخبوهم بالبيت لما حدا يشوفهم بالوقت اللي هن بكون عندهم أوقات كتير طاقة إيجابية ممكن يعطوها للأشخاص اللي حواليهم وبعلموا كتير شو علمتك حنان حنان علمتني بالتجربة مع حنان تعلمت المشاركة هلأ بالأول أنا وصغيرة هلأ بفكر أنه هنت شوية المشاركة مفروضة علي بس بعدين أنا هلأ ما بقدر أكل حالي يعني بحب المشاركة يمكن مشان هيك عملت مسرح تتشارك مع الجمهور بالمساحية في ممثلين معي في أنا وفي دمى في حنان بشكل أساسي وفي دميتين هن الحكمة اللي تخلطنا معهن في ناس مناح ناس شوي أقل تجاريين يعني في من كل شيء من العالم كل شيء موجود أدي أدي وجودك مع إختك اللي عندها إعاقة أدي خلتك تشوف الناس بطريقة مختلفة أدي خلتك تشوفي يمكن الحكمة الإنسانيين والحكمة المش إنسانيين أدي العيشة مع هيك شخص بخليك عن جد تشوف الناس على حقيقتها إيه لأنه هن هلأدي حقيقيين فلما تعيش مع الناس هلأدي حقيقيين بتكتشف اللي حواليك وإنت ببطل فيك تكوني اللي حقيقية يعني أنا بقول لهم أنا ما بعرف كذب مع أنه أوقات الواحد بالحياة بطريقة يكذب بس أنا ما بعرف كذب وفجأة اكتشفت أنه في ناس بيكذبه وكان عمري أربعين سنة ايه واتفاجأت بعدين قلت أنه شغبية أنت أكيد الناس بيكذبه من زمان تافي هلالشخص اللي عنده إعاقة بيكون يعني هلأدي طاهر هلأدي يعني بقول الأمور مثل ما هي بيتصرف الأمور مثل ما هي سو بيعلم الأشخاص يلي معه قديل حياة ما بفجأة هلشي ايه ما فيها شي الحياة عيشها هيك الواحد يوم بيوم طبعا بيفكر بيخطط بس أوقات حتى نحنا بهذه البلاد ما كتير فينا نخطط لا نحنا ما فيها نخطط فمنعيش يومنا بيومنا ونكون منيح الواحد مع الحواليه مع حاله أولا ومع الحواليه وهيك بيعيش مرتاح وسعيد كيف التفاعل كان مع هذه المسرحية المسرحية بدأت تنعرض سابتاش تمنتاش تساطاش بمكتبات السبيل بالبشورة الجعيتاوي والمونو ستة ونص لاحقونا فتشوا علينا أكيد شو توقعاتك توقعاتي أنه هيك لأنه هيك طالعا من القلب الحكي يعني بعرف من أصحابي اللي قريتلون شوية الناس اللي شايفوا شوية التمارين بعرف أنه لأنه طالع من القلب يوصل للقلب بتغري ولأنه يعني فيه أوقات أشياء حزينة أوقات أشياء بتضحك فمن نروح من ميلي لميلي مؤثرة يعني المسرحية عملتها جربت يعني توصل شيء للناس اليوم أو يمكن تكرمة حناني اللي عشت قدي عشت مع وقت حناني توفيت بالألفين وتسعة أنا عشت لأن أكبر مني عشت كل حياة حنان معها فبس فعليا عشنا 17 سنة أنا وياها لوحدنا بالبيت فأنا كنت مسؤولة عنها فهول 17 سنة اللي كانوا شوي ما حكي عنهم أكتر كيف تتذكر اليوم حنان أنا شخصيا لأن أنا فادية بتذكر كل الأشياء الحلوة حتى الأشياء الصعبة بالحياة لما تكون صعبة بتعلمنا وهلأ بتذكرهم هيك بابتسامة يعني بتذكرها بابتسامة لأنه علمتك كمان علمتني كثير أشياء أدي وجود أشخاص بحياتنا عندهم إعاقات يعني بتغني الإنسان تعطي شعور هو لو قد ما كان بالحياة عايش يعني تجارب مش ممكن يعيشهم إلا مع شخص صحيح أول شي بعلموك مثل ما قلت المشاركة وأنا مع حنان تعلمت كتير مسؤولية نكون حقيقيين فعليا تتأثري بعدك لهلأ بس تحكي عن حنان أكيد هلأ بس اشتغلنا بالعرض اشتغلت أنه ما أتأثر لأنه لما كنت أقرى النص كنت أثر بس هلأ تركنا التأثر للجمهور لازم يكون يعني يوصل لعنده الإحساس والعواطف تطلع من عندهم بدون ما نكون كتير عم نستجد عواطف وشو بديك تقولي للناس بنا نقوله أنه كل واحد بالحياة تقوله محل وشو ما كان عنده إعاقة ما عنده إعاقة نقبل نقبل بعضنا كيف ما كنا كان بالعيلة أو كان بالمجتمع أو كان بالمدرسة بالجامعة يعني نقبل نقبل بعض شو أهمية المسرح بالنسبة لك فاضي يعني اليوم بنعرف أنه المسرح مختلف عن أي يعني مكان تاني مختلف عن تلفزيون يمكن كان فيك تعملي فيه سينما صغير أو كان فيك تعملي ليش قررت أنه أنا بدي أكون على خشبة المسرح عم بعمل هيدا الشيء هنرجع للمشاركة لأنه بالتلفزيون والسينما ما بتشوف المشاركة ممكن تلاقي بعدين الأصداء بس على المسرح بغري بتلاقي الفرق تفاعل يعني مع الناس مية بالمية مية بالمية تفاعل موجود حاليا أنا بأي شكل لحظة بلحظتها يوم بيومه بعدين بحس أنه الفن بشكل عام وخاصة المسرح في هذا البلد هو فعل مخاومة لأنه منقوم الجهل ومنوصل أفكارنا اللي لازم توصل لازم توصل برأينا بتلاقي اليوم أنه بعد في ناس بتقدر وبتحب المسرح أكيد وقالنا منبطل نعمل مسرح لأنه نعمل مسرح لأنه بعد في ناس متقدر وفيه ما حنقول رسالة يعني بس أنه الفكرة اللي بدنا نقولها بتوصل للناس هي رسالة يعني كمان يعني معنا نكبر كتير الحجر تعافي لأنه أوقات كتير الناس بهالتفاعل أول شيء بتحب تحضر مسرح لأنه بصير فيه هذا التفاعل مع الممثل وتاني شيء لأنه بتوصل رسالة بطريقة حقيقية أكتر وكل شخص بيتلقيها بطريقة مختلفة عن التاني طبعا لأنه بتوصل أنت بتخبري عن تجربتك الشخصية وكل واحد من اللي حاضرين عنده تجربته شخصية اللي بتشبه وبتتقاطع بمحل ما مع تجربتك صح وحضرتك ممثلة كمان قدها هذا الشيء بساعدك اليوم أنه تقدر يعني تحقق يعني إذا بدنا نقول الطريقة اللي عم بتمثل فيها لتوصل الرسالة بطريقة صح يعني غير ما أنت اليوم عم تضطر تجيب ممثلين يمكن هن يكونوا محل فادية يكون فادية بسأل كاتب المسرحية فعليا ما فكرت أنا جيب حد يشتغ يعني يقول هذا الشيء عني لأنه أنا بدي أقوله أكيد فيه مثلين كثير شاطرين ممكن وصلوا رسالة لأنه منشوف المسرح بيوصلوا كتير رسائل ومواضيع بيحكوا عن كتير مواضيع بس أنا شخصيا بما أنه هذه تجربة الشخصية حبيت بالعرضين اللي عملتن أني كون أنا موجودة على المسرح أداه هذا الشيء بساعدك طبعا لأنه المسل شو بيعمل بيتذكر لما بدي يقول ناس بيتذكر شيء حس فيه تجربة بتشبه التجربة لا يرجع يعيشها أنا ما عيشتها يعني موجودة إحساس قوام بيوصل أين بيطلع من عندي طبعا بمساعدة هذا العرض كان بمساعدة أشكر هون مجموعة كهرباء الإخراج والسينوغرافية والدمة من إيريك دونيون والدراماتورجي مع ماريليز عاد تحية طبعا لألون شو عنديك هكي أعمال عم بتحضري لغير فادية ولا هلأ التركيز على حنان هلأ حنان هلأ حنان من وقت لوقت أنا برجع بحب أرجع أعصم الناس عبيتي وأعمل وحدي لأنه بوحدي هكي بنتجول بالبيت وكل غرفة إلى سكريات بخبروا عن كل العيلة مش بس عن حنان ما بار هلأ ما في شي براسي عبالي أعمله والمقصود من هيدا المسرحية هو أنك توصل رسالة لكل الناس عن الأشخاص يلي عندهم إعاقة مثل حنان أديهن بزيدوا يمكن على حياتنا أشياء حلوة وتبقى ذكرهن يعني خالدة في حيات في محلة كل العالم في محلة كل الناس شكرا كتير لإلك بادي التنين بسط اللقاء معي وإن شاء الله بتكون مسرحيتك موفقة وبعرف أنه هيدا تحية لروح أختيك وإن شاء الله بتكون هيدا الرسالة طبعا توصل بأحلى طريقة شكرا كتير لوجودك معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر